وللمزيد من النقاش والمتابعة حول آخر تطورات المشهد في فلسطين المحتلة والدعوات إلى التهدئة طبعا والتزام العدو بها والمقاومة الفلسطينية معنا من الخليل عبر سكايب الدكتور عماد البشتاوي رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة الخليل دكتور عماد مرحبا بك معنا أهلا بكم مساء الخير مساء الخير دكتور هذه معركة مختلفة عن المواجهات السابقة على ما يبدو في البداية اختلفت منذ البداية وفي سياقاتها واستمرارها لأحد عشر يوما كانت تحمل الكثير من الدلالات العسكرية والسياسية والإعلامية وأيضا في نهايتها كانت مختلفة عن المواجهات السابقة وقف إطلاق نار متبادل بدون التزام بأي شروط من الطرفين بين قوسين كيف تابعتم هذه مجريات هذه المواجهة وبماذا تعلقون ما تفضلتم به صحيح بالفعل ما جرى من أحداث سنة 2021 الأحداث الأخيرة هي الأدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لمدة 11 يوم يختلف عن جميع الأدوانات السابقة التي شنتها إسرائيل على غزة وعلى فلسطين يختلف من حيث الظروف ويختلف من حيث طبيعة الرد يختلف من حيث النتائج والمقالات التي لا يمكن أن نتطرق لها بشكل أو بآخر بمعنى أن ما يحدث أو ما حدث في الأيام القليلة الماضية أثبت ولأول مرة وبشكل واضح وحدوية الشعب الفلسطيني أهوية الشعب الفلسطيني في الداخل في الضفة الغربية وغلوى القدس وفي قطاع غزة بالإضافة للالتحام شعبنا في الخارج وتفاعله ولمسنا وشاهدنا ليلة أمس احتفالات في مخيمات الفلسطينيين في لبنان وفي الأردن وبالتالي نعم هي عودة الروح نعم هي عادة تجديد الهوية الوطنية الفلسطينية التي توقعت إسرائيل أنها قضت على هوية الفلسطينيين في الداخل وسكنت وخدرت سكان الضفة الغربية وحاصرت قطاع غزة وبالتالي أصبحت هي أمام قطاعات فلسطينية متناترة لا تتصل ولا تتواصل فيما بينها الهب الأخيرة أثبتت عكس ذلك كليا أثبتت تلاحم الشعب الفلسطيني في مختلف نوحي هذا الجانب الجانب المهم سياسيا هو كيف يمكن استثمار ذلك نحن نعرف أن لدينا مشكلة لدى الشعب الفلسطيني مشكلة في استثمار مواجهاته مع الاحتلال في هذه المرة كانت فلسطين كلها تقاوم الاحتلال هل يمكن الاستثمار السياسي والاستفادة السياسية من هذه المواجهة؟ نتمنى أنه نعم مع أنه واحد من الناس اللي أنا مخاوفي كبيرا في هذا الموضوع نظرا لتجارب الشعب الفلسطيني الممتدة على مدار قرن من الزمان الشعب الفلسطيني خاض نضالات في هذه السنة تقريبا نتحدث عن أكثر من مئة عام نضال ضد سواء كان الانتداب البريطاني في البداية ثم الاحتلال الصهيوني في النهاية والشعب الفلسطيني قدم تضحيات هائلة بالنسبة لعدد سكانه وابتكر أساليب نضالية من الأضراب الكبير أو الشامل سنة ال36 والثورة والثورة المسلحة ثم الكفاح المسلحة التي قامت بها منظمة التحرير ثم الانتفاضة الأولى انتفاضة الحجارة ثم الانتفاضة الثانية المؤسف أنه جميع الأشكال النضالة التي خضناها سابقا توجت بنتائج سياسية عكسية وهذا اللي يثير عنا نوع من المخاوف أنه هذا الإبداع اللي قام فيه شعبنا الفلسطيني ومقاومتنا الفلسطيني الباسل في الأيام الماضية نتمنى أن يتوج بجهد سياسي نتمنى أن يتوج بوحدة وطنية حقيقية لكن قراءتنا للمشهد الفلسطيني وأنا واحد من الناس اللي بقرأ المشهد بشكل واقعي ما ألمسه لحد الآن أنه لن نشهد تغير في الواقع السياسي فيما يتعلق على الأقل بالنخبة السياسية الحاكمة والقيادة السياسية سنبقى نراوح مكاننا لهذا التراح لماذا أنت دكتور علوم سياسية من المفترض أن تفكر القيادة بشكل مختلف نحن قبل ثلاثة أسابيع تقريبا شهدنا أزمة سياسية وتأجيل لموضوع الانتخابات بعد أن كانت الأطراف الفلسطينية قد تقاربت جدا وأعني بذلك فتح وحماس واتفقت على إجراء الانتخابات وأصدر الرئيس الفلسطيني مرسوما رئاسيا بذلك لكن تم فيما بعد الاعتذار بسبب أن الاحتلال لن يسمح بنعقاد الانتخابات في القدس والانتخابات كانت متخلا لمحاولة تفضل اجتباك والمشكلة السياسية الداخلية بين الأطراف الفلسطينية اليوم حققنا إنجاز كبير وكان من الممكن أن نفرض على الاحتلال لنعقاد الانتخابات في القدس وأن نعود مرة جديدة إلى الطريق التي بدأناها للإجابة على سؤالك يجب أن نميز أولا ما بين شعورنا كمواطن وحساباتنا كمواطنين وعواطفنا كمواطنين اللي هي باتجاه الوحدة وباتجاه الانقسام وانهاء الانقسام وباتجاه المصالحة وهذه المشاعر ترافقنا منذ عام 2007 إلى حد اليوم ماذا استطعنا أن ننجز في هذه العواطف والمشاعر لا نستطيع أو لم نستطع أن ننجز شيء فبالتالي يجب أن نميز بين الشعور المواطن ولهفة المواطن في محاولة تخطي المرحلة السابقة وبين حسابات التنظيمات الفلسطينية نأتي الآن على التنظيمات الفلسطينية فتح وحماس لفتح وحماس حساباتهم حماس الآن خرجت منتصرة وهذا لا تنكر عين أي واحد فينا وفتح خرجت منهزمة بهذا بشكل أو بآخر لأنها لم تشارك بشكل واضح ممباشر صحيح شاركت في الضفة الغربية بأحداث هنا وهناك لكنها لم تكن فاعلة بالطريقة اللي مارستها حركة حماس ولو عمنا استطلاعات رأي للشارع الفلسطيني سنشهد حالة تقدمها لحركة حماس بالنسبة للشارع الفلسطيني وتراجع واضح لحركة فتح لأنها لم يشعر الشارع أن حركة فتح الآن قامت بما هو مطلوب منها بالطريقة اللي وبالتالي من هنا عندما نأتي على هذه الحسابات نقول بأن حركة فتح الآن لا تستطيع أن تقدم على حكومة وحدة وطنية لا تستطيع أن تقدم على انتخابات لأن نتيجة الانتخابات إذا جرت الآن خلال الأسابيع القادمة والأشهر القادمة حتميت خسارة حركة فتح لأن أنا كحركة وأنا كتنظيم هل من الممكن أن أقدم على انتخابات والنتيجة الخسارة واضحة وبينة لا يمكن إذن هناك من الوضع حالة استفراد بالحالة الفلسطينية من قبل حركة فتح والسلطة للأساب شديد دعنا نعود إلى صلب الموضوع يبدو أن هناك آثار واضحة على المدى القصير والبعيد نتيجة هذه المواجهة وهذه الآثار ستكون خاصة بغزة وبحركة حماس تحديدا لأنه سمعنا عن حديث أوروبي من بعض المسؤولين وبعض الدول أنه يعني يجب أن يكون هناك تفكير بفتح قنوات والحديث مع حماس والأمريكان حتى الذين تفاجأوا بقدرات حماس والمقاومة الفلسطينية بصفة عامة تحدثوا عن ضرورة أن يتم الحديث معها هل تتوقع أن يكون ذلك انفتاح على الحركة من خلال المجتمع الدولي انفتاح نعم وهذا يؤكد الكلام اللي ذكرت لك الآن مجرد الحديث بهذه الطريقة يجعل استحالة تحقيق وحدة وطنية فلسطينية يجعل استحالة عندما يتحدث الأوروبيين أن حماس هي التي سنتفاوض معها حماس هي الرقم الصعب هي حماس بيدها مفاتيح الحرب والسلام الآن أين موقع حركة فتح وأين موقع الرئيس أبو مازن في هذه المرحلة السابقة إذن هذا يؤلب الفلسطيني على الفلسطيني هذا يؤلب فتح على حركة حماس وهذا يبعدنا عن بعضنا البعض كتنظيمين رئيسيين يفترض أن نقضي مع الوحدة الوطنية يعني الآن عندما تتحرك حماس الآن وتمارس نعم حماس قدمت وحماس قاومت وحماس أثبتت وجودها لكن حماس عمريان فردت بقرار الحرب والسلام وبالتالي هذا أضعف الجانب الآخر وهو فتح والرئيس أبو مازن ومن هنا هذا الذي يدخلنا في دائرة التشكك والتخوف من أنه المرحلة القادمة لا يمكن أن تكون هناك حالة وحدة وبالتالي وإنما حالة قدرة حماس وبالتالي حماس هي اللاعب الرئيس الآن في الساحة الوطنية الفلسطينية الآن هل سيتعامل المجتمع الأوروبي والأمريكي مع هذه الحالة؟ نعم وهذا وارد يعني مثلما تعامل الأمريكان الآن وعن يجري مفوضات مع حركة طالبان والقاعدة في قطر اللي كانت العدو الأول للأمريكان لكن في النهاية مع مرور الوقت انتعات في السياسة ما في عن عدو دائم وجميع الحركات المقاومة والمسلحة تحولت مع مرور الوقت إلى حالة مفاوضات أو دخلت في إطار التسوية السياسية وبالتالي الآن إذا لم يتم تدارك ذلك فلسطينيا وتحديدا بين التنظيمين الفلسطينيين الرئيسيين فترة حماس هذا سيدخلنا إلى شرخ كبير الآن وهذا سيسهد على الأوروبيين والأمريكان والإسرائيليين التغلغل في الجسم الفلسطيني وزيادة وتكريس الإنقسام مرة ثانية شكرا لك دكتور عماد البشتاوي رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة الخليل شكرا جزيلا لك